اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيك بلس حلقة هذا الاسبوع حلقة استثنائية راح نسوي لكم تغطية خاصة من داخل مقر شركة أبل لأهم الشغلات الجديدة راح تعلنها أبل أجهزة العيفون الجديدة وأيضا سماعات أبل وأيضا ساعات أبل الجديدة طبعا في خلفي قاعة ستيف جوبز وفي حلقة هذا الاسبوع أيضا راح نتكلم عن ميزة النوم الجديدة وأيضا إنترنت الأشياء وغيرها من المواضيع المختلفة معي أنا عبدالله السبع أجهزة الآيفون 16 الجديدة عندنا أصدارين في هذا الجيل عندنا الأصدار العادي اللي هو الآيفون 16 العادي جاء بألوان جديدة مطفية تقريبا مع تحسينات كبيرة في موضوع الكاميرا الآن الكاميرا لو جيت تستخدمها راح تلاحظ أن أغلب مميزات الكاميرا اللي كانت موجودة في البرو صارت موجودة في الإصدارات العادية في هذا الجيل مع تحسين كبير في المعالج لأن أبل كانت في السابق تعتمد على معالج لكن تنتقلت مباشرة للاي 18 بسبب مميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة مع العلم الإصدار هذا أبل أضافت في زر الأكشن اللي كان حصري فقط على سلسلة البرو وأيضا زر التصوير الجديد أيضا الألعاب الرهيبة اللي كانت أبل دعمتها في أجهزة الآيفون 15 برو الآن صارت موجودة أيضا في الآيفون 16 العادي إصدار البرو صار فيه تحسينات كبيرة جدا في المعالج وصار فيه تحسينات كبيرة جدا في الكاميرات وأيضا زر التصوير لو ضغطت ضغطة طويلة عليه رح يشتغل الكاميرا وبعدها فيه رح يكون خيارات كثيرة طبعا أبل تقول أنه مو زر التصوير إنما هو وحدة تحكم بالكاميرا في أجهزة الآيفون 16 مع العلم البطارية صار فيها تحسين وصارت أفضل من الإصدارات السابقة خاصة المستخدمين كانوا من مشاكل الحرارة في الآيفون 15 والآيفون 15 برو وأيضا مشاكل أن البطارية تفضى بسرعة فأبل تقول أنها حلتها في المعالجات الجديدة وأيضا التقنيات الجديدة التي أضافتها إلى المعالج السماعات الجديدة هي موجودة حاليا خلفي أبل حدثت تقريبا كل سماعاتها اللي موجودة فعندك الإيربودز ماكس بألوان جديدة وصار عندنا منفذ اليو اس بي سي موجود فيها أيضا عندنا الإصدارات الجديدة من سماعات الإيربودز الإصدار الرابع الآن إذا أنت لابس السماعة وفي عزل صوت في السماعة مثلا دخلت على مقهى أو مطعم وكنت ناوي تطلب الطلب عزل الصوت من نفسها رح يتوقف تلقائيا من دون تدخل المستخدم وقدر أنك تطلب الطلب حقك وبعدها لو خلصت واستلمت الطلب يرجع عزل الصوت بشكل طبيعي أيضا أبل أطلقت الإصدار البرو أو سماعات الإيربودز برو الإصدار الجديد الإصدار الجديد هو مو فقط سماعة إنما شيء إضافي للمستخدمين خاصة لناس اللي عندهم مشاكل في السمع صار يساعد أي شخص عنده مشكلة في السمع وما يسمع الناس اللي حوله وعنده قصور بالسمع إنه يكون يسمع الناس اللي حوله وتستخدم كمكبر للصوت له فصارت سماعات البرو هي شيء إضافي للمستخدمين وفيها مميزات طبية تساعد أي شخص عنده مشكلة في قصور بالسمع أبل غيرت بشكل كبير ساعات الأبل الإصدار العاشر لأنه صارت الشاشة أكبر وأنحف بكثير أيضا الساعة صار بإمكانك تشحنها أبل الساعة 80% مع تحسينات في موضوع تتبع الحالة الصحية للمستخدم أثناء النوم وأيضا تحسينات إضافية في موضوع إنه أضافه وسبيكر خارجي فلأنت الآن لو حبيت تسمع أي مقطع صوت قادر تسمعه من دون لا تحتاج إلى سماعات أبل تكون أن تلابسها لكن الشي الغريب اللي صار في هذا المؤتمر إنه للأسف الإصدار الإلترا ما صار عليه أي تحديث إنما فقط أطلقوا سيور جديدة للألترا مع تحديث أو إضافة ألوان جديدة اللي هو اللون الأسود والأبيض التاتينيوم الطبيعي هذه الإصدارات الجديدة كانت هذه تغطيتنا لمؤتمر أبل من داخل مقر الشركة والآن خلونا نرجع للإصدار يوتيوب تختبر ميزة النوم إذا أنت من الناس اللي تحب تشغل تطبيق اليوتيوب وتنام على الأصوات اللي موجودة فيه لأنه في بعض الأشخاص شوي عندهم طقوس غريبة اللي يشغل قصص اللي يشغل مواضيع مختلفة اللي يشغل برامج وثائقية وينام عليها يوتيوب أنا رح تحل لك هذا الموضوع وتسوي لك مؤقت أن تخلي المؤقت يشتغل ويطفي البرنامج ويسكر البرنامج بعد مرور وقت معين وهذا الموضوع رح يساعدك في توفير البطارية وأيضا يساعدك أن يقلل الأزعاج اللي يحولك وأيضا يساعدك أنك تستمر في النومة اللي أنت يا الله أنك نمتها لك تشاهد مقاطع طبعا بعض الدراسات تتكلم تقول أن الناس اللي يشوفون مقاطع من اليوتيوب أو يشوفون مقاطع فيديو قبل أن ينامون عشان يقدرون أن ينامون هذا بسبب أن تفكيرهم جدا كثير يفكرون مواضيع كثيرة فيحتاجون أن شيء يشغلهم حتى يقدرون ينامون عموما هذه مجرد دراسات لكن في ناس كثير تعتمد على المقاطع في اليوتيوب عشان تقدر ترتاح مع العلم يوتيوب تأخرت في إطلاق هذه الميزة واسبقوها منافسينهم مثل السبوتيفاي وأيضا تيك توك وغيرها من التطبيقات أخيرا راح نرتاح من أخطاء التحكيم في الدوري الإنجليزي والسبب الآيفون تخيل أنهم حاليا وزعوا أكثر من 25 آيفون في الملعب علشان يصور بدقة 200 إطار في الثانية وقادرين من خلال الأجهزة الآيفون المختلفة أنهم محللون لقطات ويكتشفون حالات التسلل طبعا عارفين في السنوات الماضية فريق آرسنل عانى من مشاكل كثيرة في موضوع مصيد التسلل وتقول بعض المصادر والأخبار أنه خسر الدوري بسبب الظلم التحكيمي اللي صار له لكن الآن بمساعدة أجهزة الآيفون وترى في نقطة الأجهزة اللي تصور بـ 200 إطار في الثانية ترى سعرها جدا عالي وإذا كنت ناوي تحطها في الملعب راح تكون جدا مكلفة لكن الآيفون فقط قدر يسوي هذه الميزة ويصور بـ 200 إطار في الثانية ويساعدهم في حالات التسلل وش هي البيك داتا؟ الناس كثير تتساءل عن هذا الموضوع لكن خلنا أقول لك أنها البيانات الضخمة ويسمونها الذهب الجديد وبعضهم يقول عنها أنها نفط المستقبل خلنا أعطيك بعض المعلومات عن البيك داتا أول شيء، تعريفها هي البيانات الضخمة تشير إلى كميات ضخمة من المعلومات المتنوعة التي تجمع من مصادر متعددة مثل وسائل التواصل الاجتماعي أجهزة الاستشعار المحاملات المالية والهواتف الذكية تتميز هذه البيانات بثلاث خصائص رئيسية حجمها الكبير تنوعها الواسع وسرعة توليدها العالية قوة التحليل البياني الكبير التحليل البياني الكبير يشير إلى استخدام تقنيات وأدوات تحليلية متقدمة تمكن الشركات من استخراج الأنماط والاتجاهات الخفية في كميات البيانات الهائلة على سبيل المثال يمكن للشركات التجزئة تحليل سلوك العملاء الشرائية باستخدام هذه التقنيات لتخصيص استراتيجيات التسويق وتقديم عروض مخصصة واتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بالبيانات مع العلم، بتحليل هذه البيانات أو البيك داتا قادر الشركات أن تحلل هذه البيانات وتأخذ قرارات بعطيك مثال جداً بسيط أمازون ترى تستفيد من تحليل السوق على فكرة أحياناً في بعض المنتجات ما تكون موجودة في المخازن إلا في مواسم معينة لأنهم استفادوا من تحليل البيانات السابقة لأنهم يخلون هذا المخزون موجود في هذه الفترة من السنة في هذا الوقت عشان يوصلون لعملاءهم بشكل سريع وترى في مجالات ثانية يستفيدون منها نتكلم عن التنبؤ بالطلب تحليل بيانات المبيعات السابقة والاتجاهات الاقتصادية زي أمازون ويساعد الشركات على التنبؤ بالطلب المستقبلي مما يحسن من إدارة المخزون ويتجنب النقص أو الفائض اللي يكون موجود عندهم والتحسين تجرمة العملاء من خلال تحليل تعليقات العملاء وسجلات الدعم الفني الشركات قادرة تحدد النقاط اللي تحتاج إلى تحسين مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وولاهم تقليل التكاليف التحليل البياني يمكن أن يكشف عن فرص لتقليل التكاليف من خلال تحسين سلاسل التوريد وتحديد الكفاءة في العمليات ابتكار المنتجات فهم احتياجات السوق وتوجهاته يساعد الشركات على تطوير منتجات جديدة تلبي توقعات العملاء بشكل أكثر دقة التحليل البياني ترى هو مجرد إضافة للشركات إنما هو حاجة أساسية رح تغير من السوق بشكل كبير لأنه رح تساعدك في اتخاذ قرارات مبنية على الأرقام ومبنية على تحليل بانات موجودة عندك داخل الشركة ويرفع رضا العملاء ويزيد مبيعاتك انترنت الأشياء مصطلح جدا كبير نتكلم عن الـ IOT وأن الأجهزة تكون متصلة بالانترنت وتساعدك في اتخاذ قرارات مختلفة بل إنها تتخذ قرارات بالنيابة عنك طبعا في مجالات مختلفة لكن أبرزها المنازل الذكية وأتمتل الإجراءات اللي موجودة داخلها بأعطيك أمثلة جدا بسيطة الآن إذا مثلا صار غبار برا المنزل بالعادة أنت بنفسك تروح وتسكر الشبابيك وتسكر الشترات لكن المنزل الذكي قادر إنه يعرف إنه فيه غبار رح يكون موجود في هذه الفترة ويسكر الشبابيك ويسكر الشترات عشان ما يدخل عندك أتربة داخل المنزل أيضا وقت إنه يكون فيه مباراة المنزل الذكي قادر إنه يعرف إنه فيه مباراة وقادر إنه يجهز المكان وقادر إنه يجهز الحرارة المطلوبة ويشغل الصوت حتى يكون مناسب لوقت المباراة ومو بس كذا المنزل الذكي قادر إنه يرفع درجة البرودة استنادا على الطقس الخارج فإذا كانت الحرارة برا جدا عالية المنزل الذكي قادر إنه يختار ويعدل درجة حرارة المنزل ويسوي شغلات كثيرة وفي المستقبل الثلاجة رح تكون قادرة تتواصل معاك وتعلمك وش النواقص اللي موجودة عندك في البيت وتساعدك في شرائها بل توصل إلى مرحلة إنها تتواصل مع الشركة اللي تبيع المنتجات وأيضا توصلها إلى مرحلة إنها تتوصل المنتجات إلى بيتك كل هذا رح يكون في المنازل الذكية مستقبلاً وكلها لا زالت في البداية لكن المستقبل مبشر جداً ومفيد في المنازل الذكية مع العلم إنترنت الأشياء والآيوتي ترى مو بس في المنازل الذكية إنما أيضا رح يكون في المجالات الصحية والسيارات وغيرها وفي الحلقات القادمة رح نتكلم بشكل أوسع عن استخداماتهم المختلفة وش الفرق ما بين الكار بلاي والأندرويد أوتو؟ هذا سؤال يتبادل لذهن المستخدمين لأنه أحيانا إذا شغلت سيارتك يطلع لك الشعارين موجودات عندك في السيارة اللي هي الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو لكن لازم تعرف معلومة معك جهاز آيفون ما رح تقدر تستخدم إلى الأبل كار بلاي معك جهاز أندرويد ما رح تقدر تستخدم إلى الأندرويد أوتو لذلك سنعلمكم إيش الفرقات ما بين هذول النظامين اللي داخل سيارتك واجهة المستخدم في الكار بلاي تصميمها بسيط وأنيق ويعرض التطبيقات الأساسية مثل الخرائط والهاتف والرسائل على شكل شبكة يسهل التنقل فيها بالمقابل الأندرويد أوتو في واجهة قابلة للتخصيص تعتمد على البطاقات تعرض المعلومات في الوقت الفعلي مما يسمح للمستخدم بترتيب الشاشة وفقا لأولياتهم في الكار بلاي يدعم تطبيقات الأصلية من أبل مثل أبل ماب وأبل ميوزيك أو أيضا في تطبيقات ثانية مثل جوجل وغيرها من التطبيقات لكن الأندرويد أوتو دعم أوسع لتطبيقات جوجل مثل جوجل ماب وغيرها من تطبيقات حتى الواتساب مدعوم فيه يعمل الكار بلاي بسلاسة مع أجهزة أبل حيث يتم التحكم في تجربة من قبل الشركة نفسها أما الأندرويد أوتو فقد يشهد أداء متباين بناء على نوع الهاتف المستخدم وتخصيص النظام من قبل الشركات المصنعة لكن عموما يقدم تجربة مستقرة أمرنا التحديثات وتكامل البيئي تميل أبل لتقديم تحديثات دورية لتحسين الكار بلاي بشكل طفيف مع الحفاظ على تجربة المستخدم التي تكون مستقرة بشكل كبير بالمقابل تقوم جوجل بتحديث الأندرويد أوتو بانتظام مضيفة مميزات جديدة منها العردود فعل للمستخدمين يتكامل الكار بلاي بشكل ممتاز مع نظام أبل البيئي مما يجعله مثاليا لمستخدمي الآيفون بلما يتكامل الأندرويد أوتو بشكل طبيعي مع خدمات جوجل مما يجعله خيار الأمثل لمستخدمي نظام الأندرويد شفت الألمبياد اللي في باريس تشوفون بعد ما تنتهي المنافسات يأخذون بعض الرياضيين وسأولوهم فحوصات للمنشطات ترى هذا شيء أساسي حتى يكون فيه عدالة في المنافسة ما بين الرياضيين لكن لازم تعرف معلومة أن الإجراءات هذه كانت تطور لكن الآن الذكاء الاصطناعي وبمساعدة التعلم الآلة رح يساعدوهم في اكتشاف المشاكل وحلها بشكل سريع يعني أي رياضي يتعاطى المنشطات الذكاء الاصطناعي رح يكشفها ويعرفها وفيه بالمستقبل قد يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل الرياضي بشكل كامل ومن قبل لا تنتهي المنافسات قادرة تكتشف أي رياضي ممكن كان يتعاطى المنشطات بناء على تاريخها الكامل ويساعدك في اكتشاف المنشطات قبل حتى لا تسوي الاختبار الفعلي الذكاء الاصطناعي رح يدخل لكن دعونا نسأل سؤال لو خبط الذكاء الاصطناعي وصار لمشاكل من رح يعوض الرياضيين؟ ليه الذكاء الاصطناعي ما يقدر يستبدل المعلم؟ وهذا سؤال في سنة العشرين أربع وعشرين أغلب الناس قاعدت تسأله ليه ما نقدر نستغنع المدرسين ونعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة ترى جدا بسيطة العلاقة الإنسانية ما بين المعلم والطالب خاصة بالصفوف الأولية هذا شيء الذكاء الاصطناعي ما يقدر يسويه وللآن الذكاء الاصطناعي ما وصل لهذه المرحلة بجانب الإلهام المدرس قادر أن يلهم الطالب وقادر أن يحفزه أن يسوي شغلات مختلفة لكن الذكاء الاصطناعي إلى الآن ما يقدر يوصل لمثل هذه المرحلة أيضا التكيف وفيما احتياجات الطالب مو كل الطلاب يجون بنفس القدرات بنفس التفكير بنفس طريقة التعلم المعلم قادر يكتشف هذه المشاكل وقادر أن يساعد الطلاب مع اختلاف مساراتهم التعليمية ومع اختلاف مساراتهم المختلفة في التعليم أيضا الأخلاق والقيم الذكاء الاصطناعي حتى الآن ما يقدر يوصل إلى موضوع قدرة المعلم في إعطاء الطالب وتعزيز الأخلاق والقيم عنده والمبادئ موجودة عنده وفي نقطة إضافية الأحداث التاريخية حتى الآن الذكاء الاصطناعي ما يقدر يكون فيها إلا متحيز لأن المعلومات اللي موجودة عنده داخل الذكاء الاصطناعي هو اللي يقولها لكنه ما يقدر يحلل المعطيات التاريخية بشكل منطقي ويكون غير المتحيز للطلاب هذه الدراسات هي اليوم لكن المستقبل قد يحمل لنا مفاجآت مختلفة لكن خلونا نقول أن الصفوف الأولية ما رح تقدر تستغني فيها على المدرس لأن الإنسان هو الأساس في تعليم الطلاب شات جي بي تي في السيارات الموضوع هذا مو مزحى الآن أغلب الشركات قاعدت تحاولنا تستفيد من قدرات شات جي بي تي بشغلات مختلفة على سبيل المثال القيادة الذاتية كان يحاولون يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي وقدرات شات جي بي تي أنهم يساعدونهم في أن السيارة تقود نفسها بنفسها ويصرون لمراحل متقدمة في هذا الموضوع مع العلم الذكاء الاصطناعي رح يكون قادر على تنبؤ الحوادث حتى قبل حدوثها بأمر الله سبحانه وتعالى لكنه الذكاء الاصطناعي قادر يحلل بعض الأمور ويقول للسائق أنه ممكن تصير بعض المشاكل لو استمريتها بطريقة القيادة الحالية أيضا أنت قادر تستخدمها في موضوع الصيانة وقادر ينبئك أنه مثلا صارت عندك مشاكل داخل السيارة ولازم تسوي صيانة للمنتج الفلاني أو القطع الفلانية اللي داخل السيارة وغيرها من الشتغلات المختلفة اللي تساعدك أن القيادة تكون أكثر أمان مع العلم الذكاء الاصطناعي أو شات جي بي تي في السيارات هو مجال تو في بدايته لكن أكيد مع الوقت رح يستخدمونه خاصة في مجال القيادة الذاتية وقادر بعض الشركات أنها تختصر تجربتها وأيضا تستفيد من التطور اللي موجود فيه ترفوكس واجن من الشركات اللي أعملت أنها بدأت تتعاون مع شات جي بي تي حتى يضيفون قدرات الذكاء الاصطناعي داخل سياراتهم تيسلا مرسيدس متطورة جدا في موضوع القيادة الذاتية وفي شركات كثيرة ما هي قادرة تنافسهم لكن أتوقع مع شات جي بي تي قادرين يختصرون الوقت ويشتفدون من المعلومات اللي قاعدت تعطيهم شات جي بي تي ويساعدونهم في تطوير موضوع القيادة الذاتية حتى يصلون لمراحل متقدمة وينفسون فيها تيسلا ومرسيدس إذا كنت من الناس اللي تعاني من دوار الحركة في السيارة في الباص وأيضا في القطارات خلنا علمك على ميزة موجودة في نظام الايو اس 18 تساعدك في تقليل الآثار الجانبية اللي تصير لك من ركوب السيارة أو ركوب أي شيء متحرك مثل الباص أو الطيارة في ميزة رح تكون موجودة في نظام الايو اس 18 مجرد أنك ما تفعلها رح تكون عندك بعض النقاط موجودة عندك في الشاشة وجود النقاط على الشاشة أثناء الحركة هو اللي يساعدك في تقليل الأثار الجانبية ويقلل الصداع اللي يجيك من الحركة داخل السيارة طبعا هذه ميزة موجودة في نظام الايو اس 18 وطريقة تفعيلها هي كالتالي كل اللي عليك أنك تروح لإعدادات وبعدها تروح إلى خيار إمكانيات الوصول واختر الحركة وبعدها ابحث عن خيار في كل موشن اللي موجود داخل الإعدادات مجرد أنك ما تفعل هذه الميزة رح يكون عندك أزرار تتحول الوضع النشط بمجرد ما أنه السيارة أو الشيء اللي أنت موجود فيه يتحرك طبعا هذه الميزة وحدة المميزات المهمة وقبل من الشركات اللي يتهتم دائما بمواضيع السلامة اللي تساعد المستخدمين الشركات حاليا قاعدت تحاول تتجرب شغلات كثيرة في المجال اللوجيستي فعلى سبيل المثال قاعد يجربون تقنيات جديدة لرجال آليين يوصلون الأغراض على الأرض لكن واجهوا مشاكل إنهم تساجهم عوائق وأحيانا الرجل الآلة هذا ينسرق وتاخذ الأغراض اللي داخله لكن في موضوع إنه هو استخدام طائرات الدرونز في توصيل الأغراض وهذه واحدة من الشركات اللي سوتها لشركة أمازون وحاولوا يستفيدون من هذا الموضوع وصلوا إلى نتائج مرضية جدا لأنه توصل المنتجات بشكل سريع لكن وش المشكلة اللي يواجهوها توقعوا إيش إن صوت الطائرات جدا مزعج فالسكان اشتكوا من هذا الصوت وقالت الشركة إنها راح تحاولها توجد حلول إنها تقلل من إزعاج الطائرات حتى يقل الإزعاج المسبب لها للسكان طبعا في تجارب مختلفة من شركات كثيرة ومتوقع إنه في تجارب مختلفة في المستقبل عشان يستفيدون من تقنيات هذه لكن الداعم الأول لهم هو موضوع تطور الذكاء الاصطناعي وتطور المواد لكن أنا أتوقع إنه سنة عشرين خمسة وعشرين وسنة عشرين ستة وعشرين راح لدى نشوف شغلات أكثر موجودة تستفيد من تجارب الشركات الحالية اللي هي الرجال الأليين اللي موجودين على الأرض أو طائرات الدرونز اللي موجودة في الجو نهاية حلقة تيك بلس يمكنكم مشاهدة الحلقة والمعلومات اللي موجودة فيها دائماً عبر موقع الإلكتروني وحساباتنا في منصات التواصل الاجتماعية ولا تنسون أننا دائماً محررين موجودين حتى يعلمونا دائماً ما وراء الخبر ويعطوننا الأخبار التقنية كان معاكم عبدالله السبع ونشوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة